اشتركوا في القناة وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذه سلسلة من الدروس عنوانها كيف النهوض وصلنا فيها إلى أهم ما فيها وهي الواجب العملي من هذه السلسلة نتحدث فيها عن أدوارنا في النهوض لا ريب أيها الأخ وأيتها الأخت أن كل واحد فينا له دور في أن ننهض ولابد لابد أن يكون لك دور وإلا ما معنى أنك مسلم ما معنى أنك من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهض بملياري مسلم كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهض بالمليارات من 1400 سنة وإلى اليوم وأنت نسخة مصغرة عن سيدنا محمد كل أخيك بيناتكم يا أخوان سيدنا عمر بيلولو إنك لنبي قال لست بنبي لكني أعمل عمل الأنبياء كنت هيك يا أخوان إذا ما عملنا عمل الأنبياء لا خير فينا لا خير فينا جاءنا أفضل مدريس أوحي إليه بواسطة أفضل نبي ومعه أفضل منهاج معقول تطلع طالب كسلان هيك دوبك عم تدبر حالك معقول كل هذا الدعم وكل هذا الاختصاص وكل هذه المعونة الإلهية بعدين تقول إن شاء الله أنا أركز معقول أنت يا رجل متوقع منك أن تكون ممن يكون خليفة الله في الأرض تنشر الخير تنشر البر تنشر النور لأن الناس من دون هذا الدين أيها الإخوة تحترق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون وتحترقون وتحترقون ثم تأتي صلاة الظهر فتطفئها بس لما إلوه التزام يا حرام الحريق أشغالي أعصاب عم تتلف سيالات عصبية عم توقف خثرات دماغية عم تقطع الشرايين الناس تصاب بأكدار عجيبة وما في حل إلا معك ليس من نجاة إلا التي في يدك وهي هذا الدين لذلك أيها الإخوة الحديث بدأ من درسين عن أهم ما في هذه السلسلة أدوارنا في النهوض سبق درس إنهض بنفسك ودرس آخر إنهض بمن حولك حديث اليوم عنوانه دور أولي العلم والمراد بأولي العلم هم أصحابه من المعلمين وطلاب العلم كل طالب علم بينكم هذا الدرس له وكل معلم بينكم هذا الدرس له وسواء في ذلك العلم الديني أو العلم الدنيوي كل محفظ قرآن كريم الدرس له كل طالب يحفظ القرآن الكريم الدرس له كل معلم حديث الدرس له كل طالب حديث الدرس له كل معلم في كلية الطب الدرس له وكل طالب بكلية الطب الدرس له كل معلم في مدرسة ابتدائية أو متوسطة الدرس له وكل طالب في مدرسة متوسطة أو مرحلة أولى فالدرس له دور أولي العلم أرى والله أعلم أن دور أهل العلم في النهوض كبير إذ إنهم يأخذون بأيدي أفراد الأمة نحو العلم وهو عامل كبير في النهوض ومن دون العلم لا يمكن أن ننهض ويمكن أن يندرج دورك إذا كنت من أولي العلم في الآتي واحد أصلحوا أنفسكم يا معشر العلماء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد يا معشر العلماء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد ففي صلاح العالم صلاح العالم وقديما مر الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بصبية يلعبون في الطين فقال الإمام لصبي يا ولدي احذر أن تزل قدمك فنظر الصبي للإمام وقال بل أنت يا إمام احذر أن تزل قدمك فبكى الإمام أبو حنيفة وقال أنطقه الحق فإن زلة العالم زلة العالم أصلحوا أنفسكم ذكر الإمام الغزالي في كتابه تلبيس إبليس أخطاء خفية يلبس إبليس بها على العلماء منها الاشتغال بما لا ينفع من العلوم بس يحب أن يحصل إجازات يعلقنا على الحيط أنا معي إجازة بكذا وإجازة بكذا وإجازة بكذا وبس بحب يحضر دورات تدريبية بحطهم بسمدهم على الجدار أنه يعمل دورة كذا ودورة كذا ودورة كذا طيب بس إن شو بيفيدوا هدون الإجازات وشو بيفيدوا هدون دورات تدريبية إن كان هناك فائدة ستحصلها فهذا علم نافع والنهضة بدأ علم نافع وليس مجرد العلم أما إذا كان الأمر بس مشان إجمع أنا إجازات وشهادات واختصاصات أضعها ثم لا أنتفع بها ولا أنفع الآخرين هذا نوع من أنواع حي الإبليس على الإنسان في أن يمضيه نحو علم لكن علم لا ينفع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع قال ومن حي الإبليس مع أهل العلم قدحوا بعضهم في بعض وغيبته طلبا للتشفي من كاتب لك هاي الوصفة والله هذا حرام يعطوه شهادة الطب هذه واحدة من خدع إبليس في أهل العلمي بدل ما يأخذوا أجور ليأخذوا ذنوب ويحصلوا آثام مين رسم لك المخطط الهندسي؟ والله كأنه ما بيفهم بالهندسي شيء مين مصلح لك الغسالي؟ الله لا يعطي العافي البعيد واحدة من حي الإبليس مع أهل العلمي أن يقدح بعضهم في بعضين وأن يغتابه طلبا للتشفي ومنها اشتغالهم بالجدل عن العمل بيعود ساعتين مستعد يعود ساعتين إلي لا إلاك إلي لا إلاك إلي لا إلاك وبآخر بعض الساعتين ما فيه ولا نتيجة عملية ومنها ازدراؤهم لغيرهم من العلماء وامتناعهم من الإفادة منهم أنه أنا بدي أجي أحضر عند فلان أنا بدي أسمع محاضر للفلان إيه هذا فلان طالبي إيه هذا فلان أنا ما بقبله ما بقبله يكون طالب عندي هذه حيلة من حي الإبليس من أجل أن يسقط أهل العلمي وطلابه وقل مثل ذلك في عدم نفع بعضهم بعضا كمان حيلة من حي الإبليس عم شوفك عم تخطئ وأنا بعرف الخطأ وبعرف الصواب تركه بقلب غرفة العمليات إلاك عم بيأخطئ تركه لا تقول له شي المريض حيتأذى خلي خلي مرة تانية ما عدي يجيبوني لإله يجيبوني لإلي واحدة من حي الإبليس من أجل أن يوقع هذا الرجل في آثام كبيرة هو حقه وهو من أهل العلم أن يكون في درجة بعد درجة الأنبياء لكن إبليس ما بيهون عليه لازم يوقعوا إيقاعا شديدا قل مثل ذلك في توقفهم عن التحصيل غرورا بما عندهم أو انشغالا بالشهوات والملهيات بدل ما يكون في صفوف العلم وإذ هو بصفوف شهواته فإصلاح العالم وطالب العلم نفسه سبب لصلاح الأمة قل طالب بيناتنا طالب علم أو كل عالم بيناتنا أنت معني أن تصلح نفسك لأن صلاح نفسك هو صلاح لنا وخدمة لنا جميعا ونهضة للأمة اتنين ما هي أدوار أولي العلم لا تتوقف عن التحصيل أنت الآن صرت في مرتبة إذا أنت حصلت سننهض نحن وإذا أنت توقفت سنتراجع نحن هناك شركة متخصصة بالتعليم العالي شركة عالمية اسمها كيو إيس هكذا اختصار اسمها تصدر سنويا تصنيفا للجامعات حول العالم تضع معايير من أجل تقييم الجامعات كثير من المعايير المعتمدة في التصنيف تعتمد على استمرار الطلبة والمدرسين بالتحصيل يعني هنا كيف يقفون الجامعات كيف يقولوا هاي الجامعة بالرتبة الأولى وهي بالرتبة الخمسين وهي بالرتبة الألف ما المعايير أكثر هذه المعايير سأقرأ عليكم بعض هذه المعايير متعلقة باستمرار التحصيل لذلك واحد من أدوار أهل العلم أن لا تتوقف عن التحصيل سواء كنت أستاذا أو كنت طالبا سواء كنت في علم ديني أو في علم دنيوي من هذه المعايير نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه من أعضاء الهيئة التعليمية كل ما زادين معهم دكتوراه الهيئة التعليمية هذا بيرفع سوية الجامعة معناتها أنت لما بتضلك عم تحصي العلم وبتنال شهادة أنت عم تخدمنا عم ترفعنا الجامعة كلها واحدة منها درجة التشبيك والانفتاح الدولي والتعاون في الجهود البحثية الدولية هو مين اللي بيساوي الأبحاث يا الأساتزة يا الطلاب فأنت كلما ساويت بحث أنت عم تنفعنا وترفع الجامعة التي تدرس فيها واحدة منها سمعة الجامعة بين الأكاديميين وتأثير موقع الجامعة الإلكتروني وعدد الطلبة بالنسبة للأساتذة وعدد الاقتباسات للمنشورات العلمية وعدد المقالات العلمية لعضو الهيئة التدريسية الواحد فسواء كنتم في علم ديني أو دنيوي فاستدامة الطلب به تبلغ الرتب وبه تنهض الأمة قال الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي لا ينبغي لأحدين يكون عنده العلم أن يترك التعلم لا ينبغي لأحدين يكون عنده العلم أن يترك التعلم أنا لأيمت دي ضلي أحضر دروس إلى آخر نفس لأيمت بدي أحضر وأقرأ كتب جديدي إلى أن أموت لأيمت بدي أحضر مؤتمرات تخدم اختصاصي ما استطعت لذلك سبيل نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منهما لا يشبعا طالب علم وطالب مال سئل ابن المبارك إلى متى نطلب العلم قال حتى الممات إن شاء الله وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد قالوا له الأيمت أن تحضر الدروس ومحاضرات قال لهم بجوز الكلمة إلي بدأت تنفعني ما أجيت وحسب طالب العلم وعالمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه أجله وهو يطلب علما ليحيي به الإسلام لم يفضله النبيون إلا بدرجة لذلك كثير من علمائنا سمعتهم يتمنون أن يموتوا وهم في مجلس العلم قال لأن الإنسان العادي بيحب يموت هو يساجد واحد بيحب يموت هو بيمكه هيك الناس تدعي يعني تحب تموت أما علماؤنا لا بيحبوا يموتوا أنه بمجلس العلم يا هو وحضران بالدرس يا هو وعن بيدرس وكان شيخنا هكذا وكان الأطباء هو ونازل على الدرس يقول له سيدي أنت كتير متعاب يعني وين آي متنزل على الدرس خلص فيه شيوخ طلابك يدرسون يقول له يا أبني أنا داعي الله موت على كرسي الدرس فمنح ما عم تقوله خايفين علي صل شي ما أنا أسأل الله أن أموت وأنا عم درس طبعا الشيخ ما مات وهو عم يدرس مات في المشفى علي رحمة الله الصالحون قالوا فإن لم تحصل لك المباشرة حصلت لك النية ما إنما الأعمال بالنيات لذلك كبار علمائنا يستمرون في طلب العلم إلى آخر نفس من حياتهم كان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يقول مع المحبرة إلى المقبرة والإمام أحمد إمام الدنيا أنا بدي ضلي عن بأرة وبكتوب هيك لا أوصل إلى القبر لذلك أنتم أيها الطلاب وأنتم أيها العلماء وأنتم أيها الأساتذة يا أولي العلم إذا أردتم أن ننهض لا تتوقفوا عن التحصيل إن العلوم التطبيقية لا تزال تتطور وتقدم كل جديد على مدار الساعة وهو ما يحوجنا إلى استمرار علمائنا بالتعلم وإن العلوم الشرعية لا زالت تتطور حاجة الأمة لها الأمر الذي يحوجنا لاستمرار علمائنا وطلابنا في الطلب ما استطاعوا لذلك سبيلا ما هو واجب أولي العلم واحد أصلحوا أنفسكم اثنين لا تتوقفوا عن التحصيل ثالثا وأخيرا لا تتوقفوا عن التعليم صيحة يا أخوان ويا أخوات كل واحد عنده علم علم كل واحد عنده فكر أوصل هذا الفكر كل واحد عنده خير حباه الله تعالى إياه أعطيه للآخرين أيها الإخوة لعل تبليغ العلم وتعليم الناس من أكثر ما يوصل للعبد أجورا بعد مماته أكثر ما يوصل لك الأجور بعد أن تموت أن تعلم العلم الحديث الذي تحفظون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلما ينتفع به وولد صالح يدعو له قال ابن جماعة في هذا الحديث إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم صدقة جارية وعلما ينتفع به وولد صالح يدعو له قال هذون الثلاثة عند معلم العلم أما الصدقة فبإقرائه العلم وإفادته إياه أنا بعلمك أنت حفظ هذه المعلومات أو جزءا منها أثرت فيك غيرت فيك في حياتك أنت بكرة بتعلمها لطلابك طلابك يعلمون لطلابهم طلابهم يعلمون لطلابهم صدقة جارية مشت بعدك لو ميت سيبقى هذا الخير يمشي أما الصدقة فبإقرائه العلم وإفادته إياه وأما العلم المنتفع به فظاهر لأنه كان سببا لإيصاله العلم إلى كل من انتفع به وأما الدعاء الصالح له وولد صالح يدعو له فالمعتاد المستقر على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم وربما قرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه فنصيحة أن تعلم العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية لن تعجز أن تعلم شيئا بسيطا أو شيئا كثيرا في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة الله يهني المحامي الذي يعلم المتدربين الجدد على طرق إعداد المذكرات ومراجعة المحاكم والترافق الله يهني المهندس الذي يعلم المهندسين الجدد كيف ينشئون الأعمال وكيف يقيمونها وكيف يقيمونها الله يهني المحاسب الذي يعلم المحاسبين الجدد كيف تمسك الدفاتر وكيف تصنع الميزانيات الله يهني الطبيب الذي يعلم الأطباء الذين هم دونه المهندس الذي يعلم الكيمياء الذي يعلم الفيزياء الذي يعلم حافظ القرآن الذي يعلم حافظ الحديث الذي يعلم علموا العلم يا أخوان أصلا دور أولي العلم في النهضة إذا بدكم ننهض لا بد أن تعلم أنت لكن إذا كان هذا مستأثرا بما عنده ولا يريد أن يعلم أحدا غدا سيموت وسيدفن معه هذا العلم ولو نشره لأبقاه وبقي خيره له أيها الإخوة مشاركة المعلومات وبذل العلم لمن يحتاج هذه اليوم أصبحت ثقافة عالمية قبل سنوات كنت تجد على الأنترنت المنتديات الكثيرة كل متخصص بفن من فنون العلم يسأل الإنسان سؤالا ليصله عشرات الإجابات والخبرات واليوم هلأ بيستطلعوا اكتب على جوجل أي سؤال تجيك عشرين إجابة ثلاثين إجابة خمسين إجابة اليوم شبكات التواصل الاجتماعي فيها من هذا الباب الكثير وإن كان فيها الغث والسمين وحتى هناك مواقع متخصصة هناك إنسان يبحث عن من يعينه في مجال البرمجة في مجال المسار المهني في مجال التصميم والديكور وغير ذلك كل ذلك بالمجان يعني هلأ أي مسألة بدك يأكتبها بيجيك جواب بالمجان ما بيغدو منك شيء هذه ثقافة عالمية بس الإسلام جاء ونشر هذا الشيء منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالطبع حتى تنجح هذه المبادرات هناك الكثير ممن تطوع بوقته وجهده وخبرته ليساعد الآخرين هناك اليوم اختصاصات جامعية في إدارة المعرفة هناك في المؤسسات والشركات الدولية أقسام خاصة لتضمن مشاركة العلم والخبرات بين الموظفين وبين الأقسام المختلفة والحمد لله كمان نحن عندنا في مبادرات كثيرة في بلدنا مبادرون وطن التمييز ويكيلوجيا هذه كلها موجودة على المواقع النيت وبإمكانك تكتب السؤال ويعطوناك الجواب كل شيء أيها الإخوة ينقص بالإنفاق إلا العلم فإنه يزقو بالإنفاق ونصيحة أي شغلة من العلم تريد أن تحفظها عندك طريقتين في كثير شباب من شبابنا أو بنات من فتياتنا بيقول أنا عن بأرى وبنسى إذا أردت أن تحفظ المعلومة عندك طريقتين حتى تحفظها إما أن تعلمها وإما أن تؤلف فيها بتقوم معها وتنسى كل من علم علما ما عاد ينسى كل من ألف في علم ما بينسى فالعلم يزقو بالإنفاق روى سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ومثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه وما تصدق رجل بصدقة أفضل من علمين ينشره قال ابن مسعود في قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة شو معناة أمة؟ مين بيعرف؟ إن إبراهيم كان أمة كان معلما فإذا أردت أن تكون أمتان فصير معلما فإن أكرمك الله تعالى بشيء من علم الدنيا أو الآخرة من علم الحقيقة أو الشريعة فدل الخلق عليه وعمل في هداية العباد إليه ختاما سأذكر نكم من طرائف التعليم الطرفة ليست شيء المضحك وفقط بس شيء يعني لافت ذكر هذه النكتة الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم ماذا خسر العالم بين حيطات المسلمين يقول إن الشيخ عبد الرحمن الرامبوري كان يعمل في بلدة رامبور في الهند هذه في التعليم براتب زهيد يتقاضاه كل شهر من الإمارة الإسلامية فقدم إليه حاكم الولاية الإنجليزي الميستر هاكس وظيفة عالية في كلية بريلي قال له بدك تطلع من قرية كرامبور وتروح المدينة بريلي وهنيك بدنا ياك تصير إستاذ بالجامع هو بالقرية بتعرف يعني بالقرية مين عم بيعلم هل أولاد البسطاء هل رجال البسطاء هل نساء البسطاء قال له بنساويك إستاذ جامع وقدم إليه هذا الحاكم راتبا يساوي أضعافا مضاعفا من راتبه هو بالقرية عم ياخد شغلة بسيطة قال له حتى أخذ لك الرقم هو مسجل بيطلع قريب خمسين ضعفا عما يأخذه في قريتي ووعد بالزيادة في الراتب بعد قليل فاعتذر الشيخ عن قبوله وقال إني أتقاضى تعويضا وإنه سينقطع إذا تحولت إلى هذه الوظيفة تعجب الإنجليزي وقال ما رأيتك اليوم أنا أقدم راتبا يزيد على راتبك الحالي بأضعاف مضاعفة وتترك الأضعاف المضاعفة وتقنع بالنزر اليسير تعلل الشيخ بأن في بيته شجرة سدرين وهو مغرم بثمرها وأنه سيحرمها إذا أقام في بريلي ولم يفطن الإنجليزي بعد إلى مقصود الشيخ فقال له أنا زعيم بأن هذا الثمر يصل إليك من رامبور إلى بريلي فتشبث الشيخ ثالثة بأن حوله طلبة وتلاميذ يقرؤون عليه في بلدته فلو انتقل إلى هذه الوظيفة انقطعت دروسهم ولم ييأس الإنجليزي المناقش من إقناعه قال له أنا أجري لهم جرايات في بريلي ويواصلون دروسهم هناك أنا حابعت لك كل طلابك حاب أخذوا لعندك وهنا أطلق الشيخ آخر سهامه الذي أصمى رميته فقال وماذا يكون جوابي غدا إذا سألني ربي كيف تركت طلاب العلم في بلدتك من دون معلم هنا بهت الإنجليزي وسقط في يديه وعرف نفسية العالم المسلم نحن بالنسبة لنا أيها الإخوة تعليم العلم دين تعليم العلم قرب إلى الله تعليم العلم أفضل ما تتقرب به إلى حضرة الله تعالى ليس شغلة حصص دراسية ووجور ساعية وتعويضات وبدل سكان وما شابه هذا موجود لكن ليس هو الأساس أيها الإخوة الأكارم العالم والمعلم وطالب العلم هم ركائز أساسية في تقدم المجتمع ونهضة الأمة فإن أردنا التطور العلمي فهم بدايته وإن هدفنا للنمو الاقتصادي فهم عماده وإن رمنا الاستقرار الاجتماعي فهم سنده ذلك أن المجتمع بهم ينهض في كافة مناح الخير والفضيلة والإيمان فيأولي العلم أصلحوا أنفسكم ولا تتوقفوا عن التحصيل ولا تتوقفوا عن التعليم بهذه الثلاثة تكونون والله أعلم قد أديتم دوركم في النهوض وختاما كل منا له دوره في نهوض الأمة ولو أن يصلح نفسه ثم على كل منا واجب أن ينهض بمن حوله فنكون بذلك قد تكاتفنا وتعاوننا بما يصلح شأننا ويبدل حالنا إلى أحسن حال والله أعلم نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين